السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأربعاء 22 أيار مايو القمر اليوم موجود في برج العقرب رحضل موجود في العقرب لغاية الساعة 28 و23 دقيقة من صباح يوم الغد الخميس بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعديها لبرج القوس إذن اليوم القمر في العقرب القمر موجود في منزلة القلب وهي منزلة للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 4 و9 دقائق من عصر اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الشوالة وهي منزلة للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب القمر بما أنه موجود في برج العقرب معناته برضو اليوم ما منعرف حل وسط في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يام نحب يام نكره يام نتقرب يام نبعد يام نتواصل مع الغير يام نقطع العلاقات وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا إحنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي فيمكن أن ينفجروا عند أي مواجهة أو كلمة أو انتقاد في من حولهم يمكننا الاهتمام فيما يتعلق بمجال شركات التأمين مثلا على المشكلة تتعلق بالتأمين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواية أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار مهم أو شراء منزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة عشرة ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينيج بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤنا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين بلوتو أي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وثلاثة عشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتعزز اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها بتزيد من طموحنا وبتمنحنا مواهب إبداعية وحب للمغامرة والحاجة للمسئولية وبهاي هو الوقت المناسب للعلاقات مع المحيط وبتسمح لنا بحل مشاكلنا وبتساعدنا على إعادة تنظيم أعمالنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وثلاثة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر وعندين غريبين الأطوار وبتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن إنها تعرضنا للفراق بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لا إلها طبعا هو إجمالا كل أعضاء الجسم أنا بخلال مراحل اكتمال القمر ما بنصح إجراء العمليات الجراحية إذا كان في مجال تأجيلها بفضل هذا الأمر إلا إذا كانت اضطرارية ولكن هاي الأعضاء تحديدا ما بنصح نهائيا إجراء العمليات لإلها الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايد لبروستاتا عظم العانى والجينات طبعا بالنسبة للعمليات الجراحية ذكرنا إحنا بدأنا في مراحل اكتمال القمر ما بنصح فيها نهائيا إلا اللي بدو يعمل حجامة مثلا تصلح هاي الفترة للحجامة ولكن عمليات جراحية بس الإضطرارية بالنسبة لعمليات التجميل إذا كان حقا أو أمور بسيطة جدا يعني مش جراحية ما في أي مشكلة طبعا الفترة هاي لا تصلح لازلت الشعر الزائد بالليزر بالطرق التقليدية ما في أي مشكلة يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه أيضا لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر طبعا ذكرنا هو موجود بالعقرب خلو المسار القادم هو صباح يوم الغد الخميس ببدأ الساعة سبعة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بينتهي الساعة الثمانية وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني مدته قرابة الساعة تقريبا خلو المسار بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل أرباطاشر يوم في تمام ساعة ثلاثة وثلاثة واربعين دقيقة عصرا نبدأ باليوم الخمسطاش نسبة الإضاءة تسعة وتسعين في المية نهاية اليوم بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم عشرين ستة سعيد الآن بنسبة سبعين في المية ساعات العصر سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في العقرب حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشر في المية ساعات الصباح منتحس بنسبة أربعين في المية ساعات العصر منتحس بنسبة عشر في المية عطارد في الثور حتى يوم ثلاثة ستة سعيد الآن أو سعيد اليوم رح يكون بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في الثور لآخر يوم طبعا حلقة الزهرة أعتقد أنها صارت نازلة على القناة انتقالها للجوزاء ولأنه يوم الغد بنتقل للجوزاء واليوم طبعا هي سعيدة بنسبة 30% المريق في الحمل حتى يوم 9-6 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% وزحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 30% وأورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بيفتح لكم فرصة لمكسب مالي مصدر الشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحكم شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم بعض التنازلات أو تصحيح بعض الأخطاء أهم مش أنك تتقبل آراء الآخرين بدون تحفظ وبعضكم ممكن ينشغل بمعاملة أو ملف أيضا الأمور الصحية تلعب دور كبير اليوم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم ما زال القمر موجود مقابلكم تماما فإذا بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم أهم مش أنه تحافظوا على هدوء عصابكم ونبرد صوتكم وما تعرضوا لقاءاتكم للفشل بسبب العصبية والحدية أو العنادة أو العصبية أو الغيرة بتحملك هاي الفترة نوع من أنواع التوتر لأنها من أكثر أيام الشهر ضغط فبدك تحاذر من الخصام ما تعادي أحد وتجنب الخلافات كليا لأنه خصمك اليوم قوي وطباعك ما رح تكون هادئة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم اليوم حاولوا ما تراكموا الأعمال لأنه اليوم آخر يوم والقمر بعدين بدو يصير مقابلك تماما ابتداء من صباح يوم الغد فعشان هيك الطاقة بتكون ضعيفة إذن نظم جدوى الغذاء قد قصد كافي من الراحة حاول أنك تنجز العمال الضرورية والمهمة بترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافتها راعي ظروفك الصحية أيضا ممكن تعيد ترتيب الأوضاع وتتحسن الأحوال برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر موجود في البيت الخامس إذن في طاقة روم أنه وجود الكواكب كلها الأساسية موجودة في بيت المتاعب إلا أنه شوي القمر بعطيك طاقة إيجابية اليوم تبعث على البهجة والإنشراح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا إذا كنت أنت متفائل لهذا الموضوع إذا كنت متشائم فإذن انسى كل الكلام لأنا رأحكي لك إياه هاي فرصة مناسبة لتحقيق إنجزاز فضع مخاوفك جانبا ما تتهرب الأوضاع مناسبة للتلاقي التعارف الحب الغرام وعيضا المصالحات يعني حاول أنك تستغل هذا اليوم بكل طاقتك قبل ساعة المساء برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنهمك في إدخال تعديل على مسكنكم أو المسائل العائلية تحديدا منكم أشخاص ممكن يغير سكنه أو يميل تقارب مع أفراد العائلة أو ينشغل مع أحد أفراد العائلة أو مديد العون لمساعدة أحد أفراد العائلة أهمش إنك ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بإنها تأثر على استقرارك بتنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية أو ممكن تبدو قلق وتتدمر لا أقل الإشارات يعني ممكن أعطال منزلية أو مصاريف داخلية تكون مرهقة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بتنشطه بالدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقروج في نزهة قصيرة ولا تعزيز العلاقة مع أخ أو جار اليوم الحوار والنقاش عندكم قوي جدا وقدرتكم على الإقناع ممتازة وممكن تقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة فعشان هيك عبر عن رأيك وفاوض بجراءة تتميز اليوم بسرعة خاطر وقدرة على إيجاد الحلول منك رح يهتم بمواضيع تتعلق بالسيارات أو بالإلكترونيات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على ماك اللي بيكون على الأغلب هذا المال من عمل إضافي وبتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس تختفي الهموم وبتطمع إنهواجزك حاول أنك توظف أموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة أو دعم ما الأجواء جيدة حتى على مستوى الأمور البنكية أو حل المسال تتعلق بهاي الأمور أيضا بتكون داعملة إلك ولكن ابتعد عن المغامرات المالية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم أنتو نشطون وحيويون وبينجذبلكوا أفراد من الجنس الآخر وبإمكانكم تبادر لخطوة جديدة من شأنها نهد داعم من مركزكم الاجتماعي تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة تتلقى إشارة أو خبر وبتنتعش العواطف وبتزدهر اللقاءات ممكن تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير أنت بالفعل الفترة هاي تعتبر أو هذا اليوم تحديدا من أجمل الأيام لا إلك فحاول تستغل بكل طاقتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هذا اليوم يعتبر يوم آخر غير مريح يوم أمس واليوم لأن القمر موجود في بيت المتاعب صحيا نفسيا أرغم عدم وجود أي مخاطر إنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري اخلدوا للراحة يبعدوا عن المغامرة والرهان على الحض ممكن تعانوا من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهم مش إنك ما تجازف بسلامتك حاول إنك تعمل بشكل روتيني لا غاية صباح يوم الغد القمر بوصل لعندك بيعزز كل الأمور بشكل جذري فحاول إنك ما تتخذ قرارات حاسمة برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد تنشطوا اجتماعيا تلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم وبوسعكم تحقيق أمنية ومساعدة صديق هذه فترة مميزة للتحالف والتعاون والمشاركة الفعلية اقتنس الوقت المناسب لإعلان رأيك للحصول على موقع معين وتفاعل مع المسؤولين بمرونة هذه فترة اجتماعية بالكامل فممكن يتوجه لك اليوم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء أو مساعدة بعض الأصدقاء برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم ونيل رضا المسؤولين عشان هيك بتكوا تحافظوا على هدوءكم ما تحاولوا إثارة المشاكل والعصبية والحدية هاي فترة مهمة تمتحنك ممكن أنك تترقى فيها أو تكرم فيها وممكن أنك أنت تشوه سمعتك فيها أهم هي أنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء وحافظ على غرصانتك وهدوءك وتمسك بمسؤولياتك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم اتصالات خارجية تواصل مع جانب أشخاص خارج البلاد أمور خارج البلاد من كلها ممكن أنك تهتم فيها أو تهتم ببعض المسائل اليوم ممكن يصلكم خبر سار من خارج البلاد أو من أحد الأجانب أو من المقيم في دولة بعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة مع أحباءكم هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة تتعلق بأوراق أو معاملات جامعية أو حتى أمور تتعلق بهجرة أو سفر تستعيد حماستك تنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار لأن هذه فترة ممتازة جدا وبتكون الفترة هين أو اليوم هذا نشط جدا وبتشكل محطة للانطلاق بورش جديدة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر